قامت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي مكتب شات قامت بتوزيع مواد قذائية للمحتاجين المناسب جرت بمقر الهيئة أدم أحلال منذ أن فتحت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية مكتبها بشات دأبت سنوياً لتوزيع إفطارات للمحتاجين من شرائح المجتمع الدعيفة وبرنامج هذا العام من مشروع تعمى رمضانية تم من خلاله توزيع 1470 سلة مناسبة ترأسها مدير مكتب الهيئة بشاد والذي تحدث ليعطي التفاصيل الشاملة عن هذا المشروع والشرائح المستفيدة منه وهو إهداء من الشعب السعودي حيث رابطة العالم الإسلامي أما مدير المنظمات الغير حكومية بوزارة الاقتصاد والتخطيد التنموي الشادية فقد تناول في حديثه عن التعاون الذي تبديه الهيئة مع الحكومة الشادية وخاصة أثناء تنفيذها لمشاريعها ومن ثم تم توزيع المساعدات للمحتاجين من معوقين جسدياً وكبار السن والأرامل والأيتام بطريقة فردية وهكذا الجمعيات هكذا مشاهد الكرام انتهت الأخبار ونشكركم على المتابعة